اهلا بكم وشهدين الكرام في حلقة جديدة من مصر جديدة وبنبدأ بتطورات الاحداث النهاردة يوم حافل مكبير مليء بالاخبار المتعلقة كلها طبعا بازمة غزة الادوان الاسرائيلي الهمجي على غزة والهدنة وتتحركات سياسية كبيرة جدا تمت النهاردة عندنا تطورات اكيد حضراتكم حاولتوا تتابعوها في الاوقات السابقة من النهاردة لكن هنحاول نلخص مع بعضنا هذه التطورات وهي الحقيقة زي ما قلنا تطورات كتيرة فنبدأ يمكن بواحد منها كان محله هو اصل الاتحادية في القاهرة صباح اليوم صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في اصل الاتحادية اتنين رؤساء وزراء اوروبيين من دولتين كبيرتين السيد بدرو سانشيز رئيس وزراء اسبانيا واليكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا الرئيس السيسي مع الرئيسين دولو ده في البداية يعني نقول نبنتكلم على دولتين واحدة فيهم من حيث الحجم والمساحة صغيرة في اوروبا هي بلجيكا لكن من حيث المعاني السياسية هي معاني سياسية ضخمة بلجيكا هي مقر بروكسل مقر الاتحاد الاوروبي فيها مقر النيتو فيها مقر منظمة التعاون والامن الاوروبية ده يعني هي مركز رئيسي في اوروبا اسبانيا واحدة طبعا من اكبر دول جنوب غرب اوروبا ودولة من الدول الذات يعني العدد السبكاني والاقتصاد القوي في اوروبا وذات الدور مهم جول الاتحاد الاوروبي فاذا دولتين كبار في التحرك السياسي الامر التاني انه التحرك متعدد الاطراف يعني مصر اشتغلت طول الازمة دي طول الحرب والادوان ده على تحركات دولية كسيفة بعضها كان سنائي زي اتصالات الرئيس ولقاءاته المختلفة مع قادة العالم سواء العالم الغربي او امريكا او العالم العربي او الاوروبا او اسيا وعشرات الاتصالات وايضا عديد من اللقاءات المباشرة ده صعيد السنائي على صعيد متعدد الاطراف او الجماعي كان عندنا على الاقل قمة القاهرة للسلام اللي دعت لها مصر وانعقدت يعني في الميام الاولى للعدوان على غزة وكان لها نتيجة المهمة على بلورد مواقف اوروبية وعالمية بعد كده من موضوع لماذا نشأ العنف ايه اللي حصل 7 اكتوبر ده حصل ليه وازاحة الرواية الاسرائيلية انه يعني اللي عملوا ده مجموعة ارهابية عايزة حبة تعمل ارهاب قمة القاهرة والكلام عن دوافع واسباب العنف اللي يعود الى عدم حل القضية الفلسطينية وتراكمات من العنف الاسرائيلي والممارسة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة قمة القاهرة ابرزته وابرزته كمان ابرزت كمان اهمية فكرة حل الدولتين ثم جيه اخر شيء جماعي وهو القمة العربية الاسلامية اللي عقدت في الرياض واللي كان موقف مصر فيها ايضا شديد الوضوح واخرجت 31 قرار بشأن دعم الشعب الفلسطيني سواء على صعيد الدعم الانساني في غزة او على صعيد الدعم السياسي على مستوى حل القضية الفلسطينية فده اذا مستوى سنائي للتحرك ثم مستوى جماعي ثم مستوى متعدد الاطراف زي اللي شوفنا ده اللي هو انه اتنين رؤساء وزراء من دولتين اوروبياتين المهمتين ورئيسيتين في التحاد الوروبي بمصر وبعودوا مع الرئيس الزيارة الحقيقة الرئيس يعني طرح فيها عديد من الرسائل اللي هي سبق له اللي اكد عليها في اكتر بالمكان ثم طرح ايضا رسلتين جداد النهاردة وهم مهمين للغاية واصارت الزيارة تفاعلات كتير على مستوى السياسي احنا لجعلها دلوقتي حالا الرئيس طبعا نتكلم عن معاناة اهل غزة من التسايد العسكري طبعا رفض القاطع اللي كل اللقاءات المحلية والدولية بيأكدوا للتهجير القصي للفلسطينيين من غزة وانه معبر رفح لم يغلق ابدا وانه لابد من تقديم مساعدات كافية لأهل قطاع غزة وانه مصر قدمت تحولي 75% من المساعدات اللي وصلت لغزة حتى الان وانه قطاع غزة يعني يحتاج مزيد من الدعم الانساني الدولي وانه حل القضية الفلسطينية لانه يتم وحل كل هذه الازمات والصراعات الا بحل الدولتين الرئيس في ظل هذا الحل الدولتين هذا طرح كلام جديد ومهم كلام الجديد انه قال بالنص ان احياء مصار حل الدولتين فكرة استنفذت يعني مش محتاجين استنفذت استنفذت خلصت استنفذة اي انتهى وانه الكلام فيها وحدها مش كافي وانه قاني الاوان للاعتراف بالدولة الفلسطينية ده مستوى تاني خالص احنا عارفين حضراتكم يمكن بعضوكم يعرف او لا انه سنة 1988 عقدت منظمة التحرير الفلسطينية مؤتمر كبير في الجزائر العاصمة وفي هذا المؤتمر اعلن الرئيس المنظمة في هذا الوقت الشهيد ياسر عرفات اعلن اقامة الدولة الفلسطينية لكن كان اعلان بهذا التوقيت رمزي اكتر منه واقعي جي بعد كده التفريقات اوصله في نابل 5 و 4 و 6 و 5 و 5 و عمل بعد كده السلطة الفلسطينية ما استمتش الدولة الرئيس السيسي بيرجعنا الى نقطة اخرى دلوقتي وهي انه يتم اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وما قالش اللي هقوله زي لكن اللي انا فهمته انه الدولة زي ما انتوا عارفين هتقول اعتراف بيها بيتضمن اعتراف بسلطة قائمة عليها حكم قائمة الدولة وشعب موجود على ارضها واهم من الاتنين دول في الحالة الفلسطينية اقليم للدولة يعني الارض يعني الحدود بتاعتها المبدأ المصري والدولي لكل من قبل حل الدولتين هو انه هذي الدولة ستقام على الاراضي الفلسطينية ما قبل احتلال احتلال الاسرائيل لها في 4 يونيو 1967 وعاصمية القدس الشرقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني الرئيس على ما يبدو دي استراتيجية جديدة في العمل على ما يبدو عايز يبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية انها موجودة واللي هعترف بيها هعترف بيها وفقا لحل الدولتين يعني على الحدود دي وانه تحل السلطة الفلسطينية مؤقتا مكان الحكومة في الدولة لان احنا ما عندناش في العالم يعني على مستوى الدولي كيام معطرف بيه الا السلطة الفلسطينية فده الحقيقة يعني استراتيجية جديدة تستحق جدا التأمل ويعني والدفع في اتجاهها عشان حناطع بيها شرط مهم ناحية حل الدولتين حيبقى هناك دولة معطرف بيها من زمان هي اسرائيل من دول العالم تقريبا يعني معظمها ودولة جديدة اسمها دولة فلسطين ايمة على قرارين للأمم المتحدة قرار الجمعية العامة اللي هو انشئ اسرائيل عام 1947 قرار 181 واللي ادى الفلسطينيين حوالي 44% من الارض لكن خلاص جيه القرار اللي بعده اللي هو انسحاب اسرائيل من الاراضي قرار 242 اللي هو انسحاب اسرائيل من الاراضي لصدر 67 لانسحاب اسرائيل من الاراضي دي وحل الدولتين مستند للشرائية دي مستند للموافقة الدولية على الدولتين طب تعالوا يا جماعة تعالوا يا مجتمع دولي ده اللي بيقوله الرئيس نبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فيبقى هناك اعتراف دبلوماسي واقعي يبقى عندنا واقع اسم الدولة الفلسطينية على أرض نظريا موجودة على في حل الدولتين وبقرار 242 والمبدأ موجود فيه قرار الجماعة العامة واحد تمانية واحد لكن تيجي بقى مؤتمر الدولي وبحث حل الدولتين يتم على قعدة وجدت وهي اعتراف بدولة فلسطينية ده ما صار هي غاية في الجدة والجدية مع بعض الرئيس كمان طرح شيء تاني وده ايضا سيزعج دولة الاحتلال الرئيس قال ان احنا بحاجة الان الى مناطق امنة لسكان غزة في الوسط والشمال هل تتخبرون التفتيك والاستراتيجية الاسرائيلية الان هي اخلاء الشمال تماما من سكانه سكان غزة رفضين قعدين مئات الالاف لم يغادروا موجودين في مناطق شمال غزة في مخيماتها الرئيسية خاصة الجبالية والاسرائيليين بيقسلوا منهم من المدنيين يعني الالاف كل كاميوم ويضرحوا الاف اخرى الرئيس بقول لا اسرائيل بتقول ان في ملاطق امنة في الجنوب هذا الكلام اولا بيتضمن معنى التهجير القصري مش عايز تموت فروح الجنوب او حموتك وده تهجير قصري مرفوض اصلا في المبادئ المصرية او انك انه زي ما يطرح الرئيس نقوم مناطق في الشمال وفي الوسط فيفضل سكان غزة غير المقاتلين امنين على حياتهم ده طبعا محتاج تحرك دولي كسيف جدا وايضا ضغط على حكومة الاحتلال عشان تقبل بيه وعشان توافق عليه طيب نيجي بعد كده لل الضيفين الكريمين الضيفين الكريمين اتكلموا في مؤتمر صحفي مع الرئيس صباح اليوم في الاتحادية ثم ذهبا رئيس وزراء اسبانيا وزير وزراء بلجيكا الى معبر رفح وعقدوا مؤتمر صحفي وقالقوا كلمات الحقيقة هناك كانت مهمة للغاية اللي قالوا وخاصة اللي قالوا رئيس وزراء اسبانيا اثار بشدة الجانب الاسرائيلي رئيس رئيس وزراء اسبانيا قال بشكل واضح انه سيد بيدرو سانشيز ان وقف اطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا مؤكدا الحاجة لوقف اطلاق نار دائم ورح مكمل وقال ان اسبانيا ممكن وقد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراب بدولة فلسطينية اذا لم يفعل الاتحاد الاوروبي ذلك ده هنا في نفس المسار اللي الرئيس بيتكلم فيه ورئيس وزراء اسبانيا بيتكلم على دول الاتحاد الاوروبي اللي هي بتوحد سلسطها الخارجية تجاه القضية الرئيسية انه بيقول والله يا زملائي في الاتحاد الاوروبي من الدول الاخرى اذا لم تعترفوا بالدولة الفلسطينية انا كاسبانيا وحدها انا اعلن اعترافي بالدولة الفلسطينية طبعا هذا الكلام ايضا الكلام الاله رئيس وزراء بلجيكا معاه على اسباب العنف لانه ارجعوا هما الاتنين انه ان العنف اللي تم في 7 اكتوبر هو يعود لعنف السابق وانه العنف يولد العنف وانه اذا تمكننا من وقف العنف اللي قد الكثير من الخسائل لمدة عقود عديدة هنبقى بنكسب جميعا وانه الامر في الحقيقة لا يعود يعني ببساطة بدون تفاصيل كثيرة لم يعتمد الرواية الاسرائيلية في انه العنف بدأ يوم 7 اكتوبر ودي رواية الحقيقة العنف بدأ من الجانب الاسرائيلي تاني بنعيد المعلومة حركة حماس والجهاد اللي هما بينسيبوا اليهم كل ده 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 حركات نشأت بعد 40 سنة من النجبة الفلسطينية كمش موجودين في ال40 سنة الاولى في ال40 سنة الاولى قتل من الفلسطينيين بحسب الاحصاءات وحدها لا يقل عن 60 الى 70 الف شهيد وجرح يعني مئات الالاف الاخرى وطرد من فلسطين التاريخية 750 الى 800 الف لاجئ ونازح كل ده في ال40 سنة اللي ما كانش فيها حاجة اسمها حماس اصلا ولا الجهاد الاسلامي خلص كانت فصائل اخرى المقاومة تتهم برضو انها ارهابية وتتهم بانها يعني بتخرب والمخربين ده التعبير الاسرائيلي الاشهر وبالتالي رئيس وزراء اسبانيا وبلجيكا رجعوا الامور لحقيقتها لاصلها هذا الامر طبعا اصار وفورا يعني غضب الجانب الاسرائيلي بين يمين نتنياه ورئيس وزراء اسرائيل وصف التصريحات دي وادنها وقال انها كمان محملوش حماس مسؤولية الجرائم جميل يسميها التي ترتكبها يلي كهين وزير خارجية اسرائيل بقال ندين الادعاة الكاذبة لرئيسي وزراء اسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الارهاب ده حسب مكالة رويترز يعني ده مش موضوع يعني مجرد يعني متداول بين الناس لا ده تصريح رسمي رئيس وزراء بلجيكا زي ما قلنا حضراتكم رجل ما قالش حاجة قال اسرائيل لها حق في الدفاع عن نفسها ولكن ردها أصفر عن كثير من الضحايا في غزة وانه رد الفعل يجب بالقانون الدولي يعني الرجل لم يقول بأي شيء وانه تبني القطاع غزة اللي يمكن قبوله وانه لابد من وقف دعم لإطلاق النار ده خلى نتنياهو يتهمهم فورا زي ما قلنا حضراتكم بانه هم وهو وقيلة كهين وزير خارجيت وانهما كاذبين وانهما بيدعموا الإرهاب ومش بس كده راحوا مستدعين سفير أسبانيا وسفير بلجيكا للوضالة الخارجية الإسرائيلية عشان يولغوهم احتجاج إسرائيل الرسمي على هذه التصرحات اللي أنا بعيدها مرة تانية انه واحد فيهم السيد ألكزاندر ديكرو قال على إسرائيل توقف عن قتل المدنيين وانه تدمير القطاع أمر غير مخبوش ورئيس أسبانيا رئيس الوزراء أسبانيا قال وقف إطلاق النار الحالي غير يعني غير كافي وقال لأننا هعترف بالدولة الفلسطينية إلا إذا اعترف بها الاتحاد أوروبي إذا ما اعترفش أننا هعترف طبعا هذا هو السلوك الإسرائيلي المعتاد تجاه الغرب حتى الغرب اللي هم بيعتبروه حليف لهم لا يستطيعوا تحمل كلمة منه طيب